هذه تحياتي لكم مشاهدين الكرام مع انتصاف ليلة القاهرة دائما أسعد بهذه الصحبة مساء الأربعاء في ليلة الخميس وفقرة لها خصوصية حقيقة في هذه الليلة من خلال البرنامج والمزلة الكبيرة البيت الكبير فقرتنا لها خصوصية لسببين السبب الأول أنها مع قيمة رياضية وإدارية كبرى والسبب الثاني المحتوى أو الموضوع اللي نتكلم فيه وهو عن الاستثمار الرياضي والصناع الرياضية وفكرة رابطة الأندية وإلى أين تسير مصر في هذا الاتجاه باختصار شديد ضيفي هو واحد من أهم الكوادر الإدارية الحقيقة والرياضية المصرية في السنوات الأخيرة عمل طويل في مجال استثمار الرياضي بالإضافة لرئاسته لنادي المقاولين العرب في وقت سابق وأيضا في مجال الإدارة تولى محافظة بني سويفكا محافظة للإقليم بسعد بصحبة المهندس شريف حبيب في هذه الليلة الذي أرحب به عبر شاشة قناة الأهلي أهلا وسلم بشموهندس برحب بحضرتك وبشكرك ومشرفنا وسعداء الحقيقة وده لقاء متأخر شوية كان مفروض يعني انتم من شهرين ثلاثة وانا بس بعتذر مع راشد زغطة مسكيتني وحاولت وعالجها يعني قبل الهوى بدون سبب فانا بعتذر لحبتك وستاذ المشاهدين يعني فلقاء يعني متجدد أنا بشكر حضرتك وسعد بوجودك معنا أعلم بيك هتأذن لي بس ناخد تقرير سريع كده إن شاء الله نشوفه في الوجه الآخر لمهندس شريف حبيب ثم نعود لنبدأ حوارنا علىها تقلد في المنظومة الرياضية العديدة من المناصب منها عضوية اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2006 وعضوية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية بمصر عام 2007 وعضوية لجنة شؤون اللعبين باتحاد كرة القدم والإشراف العام على نشاط كرة القدم بنادي المقاولون العرب وعضوية لجنة الأندية في اتحاد كرة القدم إنه المحنك اقتصاديا وإداريا المهندس شريف حبيب تخرج حبيب في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية شعبة الهندسة الميكانيكية عام 1977 وعمل منذ تخرجه في شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الأجنبية في الكثير من المجالات الهندسية كما حصل على شهادات عدة في إدارة المشروعات وتطوير نظم دراسة العطاءات وتطبيقات التجارة الإلكترونية تولى شريف حبيب عدة مناصب قيادية بشركة المقاولون العرب منها عضوية مجلس إدارة الشركة عام 2012 ورئيس لقطاع الاحتياجات منذ أغسطس 2006 بالشركة في هيكلها التنظيمي وكان المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لسياسات وأعمال مشتريات الشركة داخل مصر وخارجها وكذلك الأعمال اللوجستية وساهم في وضع سياسات ونظم العمل لهذا القطاع المهم كما كان يتولى الإشراف على قطاع العقود والعطاءات واشترك في تنفيذ وإدارة العديد من المشاريع المهمة في مصر والدول العربية في مقدمتها مشروع مكتبة الإسكندرية الحائز على العديد من الجوائز العالمية ولما لا وولده المهندس محمد حبيب قائد النهضة الرياضية والطفرة التي حدثت في نادي غزل محلة في القرن الماضي ترأس المهندس شريف حبيب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وحقق طفرة في قيادة ذئاب الجبل كما تولى عملية احتراف محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري وتشيلس الإنجليزي باحترافية كبيرة من الألف إلى الياء ولحنكة الإدارية والاقتصادية الكبيرة تم تعيينه محافظا لبن سويف في ديسمبر 2015 ثم محافظا للشرقية في أغسطس 2018 برحب بحضراتكم مجددا إطلالة سريعة على هذه السيرة الزاتية مختصرة لكنها عامرة الحقيقة للسيد المهندس شريف حبيب ضيفنا في هذه الفقرة اللي أزعم إنها تكون فقرة مهمة جدا زي مولت لحضراتكم نظرا لطبيعات الضيف والموضوع برحب بحضراتكم مجددا بشمهندس شريف قبل ما نغوص بقى في الاستثمار الرياضي والإدارة والمشاكل والتحديات والرطفة الأندية والكتير الحقيقة من الموضوعات اللي محتاجين نقشها عايز أسأل حقا كده سؤال استهلالي عن رؤيتك للنادي الأهلي مؤخرا والإنجازات اللي حقاها خاصة في مجال كرة القدم يعني برونزية مونديال الأندية حقاك متابعة طبعا طبعا هو الإنجازات اللي حقاها في الفترة الأخيرة النادي الأهلي يمكن كانت رد على كان فيه نقد النادي الأهلي قبلها بفترة وأن ما كانش فيه إنجازات طبعا كان فيه تغيير في الجهزة الفنية في الجهزة الفنية وأن برضو كانت الظروف صعبة كتيرة اللي هي تواجد فيها الكابتن الخطيب يعني حتى كان فيه أنا كنت فيه ناس كان بتنكر عليه أنه هو يكون إداري كويس يعني بيبصوله كان فيه ضغط شديد طبعا رغم الظروف الظروف في تاريخي الصعب جديد طبعا هو وبيتن تملي ناس بتنسى الحاجة كويسة أنه هو كان شريك نجاحات الأهلي طبعا في فترة تواجد كابتن حسن حمدي وحتى كابتن حسن حمدي وما قبل فطبعا كان كل الحصاد ده بقى يعني كان يعني زي ما بيقول إيه الأعمال بترد على أي واحد منتقد إن الخطيب مع المجموعة اللي جات كده مع مجلس إدارة ده بتقول إن النادي الأهلي كيان متواصل له كوحجر فيه له أسس موجودة من الصعب إن كنت تهزها فكان هذا الإنجاز رد على كل هذه الأقويل والجزاء من جنت العمل يعني ربنا بيكربش حد ما بيؤديش بإخلاص وبمنهجية علمية لا وهو كان ميزة في الحقيقة في كابتن الخطيب ومجلس الإدارة كان بيردوا بالعمل صحيح يعني كان ما كانوش بيخش في موضوع التلاشف في السجلات أنا شايف إن ده كان لذلك كانت تتحس إن الناس كلها تحت ضغط شديد جاء الأهلي جمهور كبير ولا يقبل إلا بالانتصارات والإنجازات وخصوصا في مجال كرة القدم طبعا كان فيه جيل كبير اعتزل وتبتبني جيل جديد صحيح تغيير مدربين تغيير طرق لعب فطبعا لا الفترة الأخرين هي كانت فترة عصيبة أو بطولة على مستوى أنديت العالم أكيد بيبقى فيها ترتيب يعني بيبقى فيها تركيز وطبعا بتحط دايرة الضوء على النادي عالميا بتبقى فيه أكتر يعني تساعد على أي تسويق طبعا انتصارات عليها للعجوز كبير أو في تسويق أي منتج يعني فطبعا لا كان شيء كويس ويمكن الأهلي محتاج يستثمر هذا أكتر يعني بس في ظل منظومة في كرة القدم الأهلي بشعبيته يقدر أنه هو يحقق إيرادات أعلى في ظل تفوقه إفريقيا ويعني ممكن جدا تستغل هذا طب أيضا بخبرات حداك الإدارية والاستثمارية وحتى الإنشاية بشبه أنت شريف يعني تاريخك طويل أيضا في هذا المجال العمران يعني التفارات الإنشاية اللي في النادي الأهلي إذا قدر لحضرتك متابعتها حتى من خلال وسائل الإعلام رغم التحديات الاقتصادية وأخيرها جائحة يعني كورونا أو كوفيد 19 شايف أيضا هذا الأداء من الكابتو عمود خطيب ومجلس دارته إزاي؟ لا هو نجاح بلا شك يعني هو برضو انعكاس لأداء الدولة بشكل عام طبعا مصر في قفزة الدولة كلها يعني الحمد لله في نموه بتحق إنجازات وفتتاحات في مجالات إنشاءات كتيرة حتى بتستضيف البطولات الرياضية صحيح في ظل ظروف صعبة بيوجهها العالم فبالتالي ده كله بيبقى دافع لكل الأجهزة والأهل يخد برضو هذه المبادرة وقدر بيواصل عملية الإنشاءات والتطوير في ظل الظروف الصعبة ده وده بيدل على إنه الكائنات القوية بتقدر تصمد مصاد أي صعوبات بتبقى موجودة هل هناك نمزج إدارية المهند الشريف حبيب بيقف أمامها إذا قلنا يعني وإحنا كنا منحزين ومتعصبين شوال نادي الأهلي على نفس المستوى أو على نفس المنوال يعني أو قريبة حقا في مصر يعني؟ أه يعني أنا عايز أقول برضو يعني فيه طبعا أندية بس يعني ما حصلش التطور فترة الأخرينية بشكل كبير يعني فيه أندية خاصة وفيه أندية مؤسسات يعني مرضو من الأندية طبعا المقاولين العرب كنادي مستمر برضو في عملية التطوير ويقدر يضيف إنشاءات ونادي أمبي لا وحقا أنجحات عظيمة يعني كلم عن فترة التسعينات ومتلاها لا وفي الفترات وحقا مركز متقدم جدا في الدولة وأدى أداء رائع وإضافة لعناصر المتميزة يعني؟ بالضبط جدا وفي البنية الأساسية برضو بيقدر المنادي المقاولين العرب نادي أمبي برضو بيضيف إنشاءات بشكل كويس وبيعمل تطوير يعني نادي أمبي بلوقتي بقى مؤسسة رياضية كويس ويعتبر من نمازج طب ده يعني أنه أندية الشركات أو الأندية الخاصة متفوقة أو محظوظة عن الأندية الشعبية والجمهورية كيف؟ هي المنافسة ما عادتش يعني أنا برضو نرجع لها لأن أنا شايف موضوع الاستثمار يعني علامة استفهام أي مستثمر خارجي أو حاجة أنه هو يستثمر في نادي غير جماهيري يعني علامة استفهام مشكلة جدا أنا مفروض ببرة أنت بتقيس الاستثمار أو بتبقى بتدور عن نادي الجماهيري حتى لو هو مش في مركز يعني في الدورة الإنجليزية أصغر نادي عنده جمهوره صحيح عندنا نصف سويرا استثمار في أستون فيلا وغيرها وفي نمازك بقى في منشستر سيتي وخلافها من بعض أشقاءنا العرب لا أنا ما بقول ليه يعني ليه الاستثمار ما يبقاش في أندية غزل المحلة المنصورة ودي أدية عريقة الحقيقة وعندها ظاهر جماهيري ضخم يعني طبعاً وأندية البنسويف والصعيد أسوار أندية قناة وأندية الاستثمار مثلاً في الأندية الجماهي التحاد سكنداري المصري عصب كرة القادم هو الجماهير طب إيه المشكلات الإدارية أو التنظيمية لتحول دون هذا الاستثمار وهذه الطفرة في إيه المشاكل بتواجه المنظومة هو إن إحنا ما خدناش وحاولناها الشركات إحنا دوقتي أي مستثمر مش هيقدر يدخل عظيم يبقى أول خطوة تحول النادي إلى شركة كرة تدير قطاع الكرة فيه أه تنفصل وتبقى عشان نبقى دوري محترفين وبالمناسبة لنادي الأهلي يعني قطع خطوات كبيرة جداً في الدراسة وفي الأعداد لإنشاء شركة الكرة هو هو الأهلي طبعاً بس مش هيقدر يشتغل لوحده يعني أنا عايز منظومة متكاملة يمكن ما نستعرض كل أندية وعلى فكرة برضو لو رجعنا حنلاقي سنة 92 دي كانت بداية الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي بريمير اللي قلت بريمير مكانش لسه موجود سنة 92 كانت الحال متدهور جداً في الملاعب وكده وهم خدوا تجربة الحقيقة في التطوير ده من أمريكا ده حقيقي فابتدوا يتطوروا وإحنا أتمنى أن يكون عندنا خطة بهذا لأن أنا شايف خطر جداً على أندية الشعبية وأندية الجماهيرية وبالتالي حيبقى عائداتك أوليلة مش هتبقى أنت الجماهير هي وده اللي واقع الوقت ده اللي حاصل الوقت بالضبط زايد إن إحنا ما عندناش خطط يعني مثلا إحنا بقىنا النهاردة الشهر الجاي تقريباً حيبقى أو الشهر ده عشر سنين بدون جماهير كل الجماهير أو الموضوع ده حصل في إنجلترا في إيطاليا حصل ظروف وتخروج بس اتواجدت الحلول ورجعت الجماهير يعني فلازم لازم ما ينفعش أننا نقعد عشر سنين وإحنا شعر فين قدامنا يعني إحنا عندنا ظروف كورونا ده عنصر مهم جدا من عناصر كورة الحلول هو لازم ومصر اللي لديها من الأليات ما تستطيع ضبط يعني لازم طبعاً لازم فيه وإحنا فيه تجارب كتيرة مش إحنا يعني في مصر بس الخروج أو التعصب ده لو قدر بطرق إدارية وانضباطية بقى رجعت لأنه متقدرش تبدأ أنا شفتها الحقيقة في إيطاليا وشفتها في إنجلترا بس فيه ضوابط بتقدر ترجحها فطبعاً أنت معندك معندك مثلاً من التكلم بقالنا 15 سنة أنا حضرت 15 سنة بنقول حنا نطبق دور المحترفين وكل سنة يقولوا تطلع تصريحات حدومنا ما بيتمش إحنا الخطوتين يعني دول مهمين جداً علشان تقدر تجزي بالمستسر بس أوليك بينا بشونت يعني الخطوة الأولى من مين يعني المفروض اتحاد الكورة المفروض اتحاد الكورة بالاشتراك طبعاً مع وزارة الشباب ورياضة لأنه دي منظومة دولة منظومة دولة بس الأساس اتحاد الكورة يعني أنت ما عندكش عندك الصلاحية لتقدر تعمل الكلام ده لأن حضرتك أنت ما هيجي مستسمر وعايز يخش فيه ضوابط حتى في إنجلترا أنت ما تقدرش تشتري أي نادي صحيح ولو اشتريت نادي فأنت في إطار مش هتعمل في النادي ده زي ما أنت عاوز لا ده ده في إطار قانون في حدود في حدود قانون والحقيقة يعني أنا أعرف مثلاً نادي زي نيو كاسل فيه مفاوضات بقالها كتيرة علشان شراء الموضوع مش فلوس الموضوع شروط لأنه هو بيقول أنا مراثن من المفاوضات يعني بس هو السبب التعصر هو سبب إداري لأنه هما بينظروا إلى أندية دي إنها جزء من المنافسة اللي عاملة قيمة للدور الإنجليز فما ينفعش أنت تيجي بفلوسك تعمل اللي أنت عايزه لأ أنت مساهم في إطار الشروط المحطوطة عشان نحافظه على الفريق ده وإنت حتستثمار فده مناسب لاستثمارك ولمنهجك يعني ولطريقتك أهلاً وسهلاً مش مناسب مش مناسب بحي يستنى لغات ما يجي غيره إنما إحنا هنا يعني لأنها برضو فيه ترابط كامل يعني ما يجيش نادي مثلاً ويخش ويقوم حطت مبالغ مهولة فتقدر حضرف على الأسعار وندخل بقى في قصة الأداء المالي الأداء المالي ورفعة الأسعار وهو ده اللي احنا فيه إن احنا فيه الأندية معظم الأندية بشكل عام بتعاني من الارتفاع كبير في الأسعار إيه السبب الحقيقي من وجه نزل حضرتك لتراجع الأندية الجماهرية والشعبية لحدك تكلمتين عنها زيتانطال منصورة ما قدرتش تتواكب مع الاحتراف اللي حصل يعني أندية مثلاً زي المحل غاز المحلة كان الشركة بتعتمد عليه وكان فيه إدارة قوية ابتدت تضعف الإدارة ابتدت الشركة بتخسر فبالتالي نعكس على النشاط الرياضي هتلاقي نفسه كده أندية في أندية كتير زي البلاستيك هتلاقي برضو زمان كان موجود شركة البلاستيك كده وهكذا يعني فبقيت لأن هي مرتبطة بشركة إنما لو هي أساساً شركة كورة شركة كورة هتعرف تدير نفسها هتعرف تدير تبحث عن موارد وملاعب وخطة تساعدها على الاستمرار اللي هي زي بحقك أي شركة بتنشأ في حد بيدور على استمراريتها بتجيب ناس محترفين تدورها مش هتجيب ناس مجاملة لأن فيه مساهمين ووضعين فلوس حيحسبوا مجلس الإدارة مش هيشتري مثلاً بأكتر من إمكانيات وأنها هيقول له أنت كسبت كام حققت الهدف وكسبت كام وده طبعاً ده هيرتبط حضرك لو خدت فكرة على مثلاً الدوري الإنجليزي هو النهاردة إيه أهميته للاقتصاد في إنجلترا وإيه أهميته للأندية هتلاقي أرقام كبيرة أما يلاقي مثلاً هو بيضيف حوالي 9 و 2 من 10 بليون جنيس ترليني للاقتصاد أنهما بيدفعوا 4 و 2 من 10 بليون جنيس ترليني ضرائب الدولة أنهما مثلاً بتشاف في 188 دولة أقوى دوري على وجه الأرض كل ده أرقام أنهما بيشوفك حوالي 1 و 2 من 10 بليون نسمة على الماضي فده أرقام كلها فلذلك هم حارسين على استمراريته ونجاحه صحيح الكلام ده مجاش من فراغ يعني عشان تقدر تحقق هذه الأرقام فأنت مثلاً ما تلاقي يعني إحنا مثلاً بطولة الدور العام إيه اللي بيحصده النادي اللي بيكسب حاجة بسيطة أول يعني حتى ما ياخدش حق البس والرعاية كلهم ومشاكل وبتاع وما فيش جماهير فما فيش داخل وفيش تسويق جيد فطبعاً مش جيد هي عملية إدارية يعني مثلاً ليفربول خد 172 مليون جنيس ترليني لما فاز بالتاويس طبعاً لما سفاز ما التفاجأ أن ويلفر هامتون خد فلوس أكتر من ريال مدريد الفريق اللي هابل خد فطبعاً أرقام برضو بس بيزيد فهياخد له 150 مليون كمان يعني فالكل بيشترك في كذا مسابقة كل الكلام ده بيخلي كده فيه صراع مرير وما فيش حاجة متوقعة والكل بيبحث أن ما كانش يقلقى بالبريمير ليج فيبقى في التوف فور علشان يحجز مقعد في دور الأبطال إفريقيا أو المقعدين التانيين فيدخل دوري أوروبا حتى يعني هو مثلاً لو هيبقى مركزه 18 بدالة العشرين هتلاقي الفلوس بتاعته أكتر فهو لازال في صراحة حتى لو هيهبط بس لو يهبطه هو السبعتاشر أحسن من العشرين من العشرين ده أنا شايف أن دي تجارب من دور الابتحاد الكورة اللي يبقى موجود يشوف كيف سارت السنين دي كلها مع هذه الربطة وكيف تطورت وكيف زودت عائدات إحنا مش هنقول زي بقى هنبقى زيهم بس على أقل ماشيين على خطر إحنا ليه ليه متأخرين برأيك يعني ما الذي يدير اتحاد الكورة مش هنلوم طبعاً اللجنة المؤقتة اللي بتدير لكن الاتحادات السابقة ليه ما أطعتش خطوات تجاه إنشاء ربطة الأندية يعني أنا في رأيي إن هم أي واحد بيجي في اتحاد الكورة في الغالب مش عايز يسيب هذي الكيكة مصلحته نفضل هو متحقية فيها الإعلام والربطة بتعطي الحق الإدارة لشخص تانية فبالتالي ما بقى اتحاد الكورة يعني حدك أنت تسمع بتسمعش اتحاد الكورة الإنجليز بيتكلم فيه فيه أطر عامة كده والربطة بتشتغل فيها فأنت يعني زي ما بيقول جزء اللي هو الإعلام الكبير تشاهل منه بس الصالح العام يجب أن يغلب يعني بشوان شريب زي ما بنتكلم هذه مصلحة دولة ومصلحة لعبة جماهرية بتدخل السعادة على قلوب المصريين الناس كلهم عندهم شغف وولع بيها حضرتك بتشوف لما بيكون في ماتش بين الأهلي والزمالك في تمثيل للنادي الأهلي أو لأي من الأندية المصرية في بطولة أفريقيا نسب المشاهدة خروج الناس للشواء لا الدنيا بتبقى مختلفة يعني أعتقد أن دي كلها مكاسب يجيب أنها تعلو على النظرة الضيقة واضح لفكرة دي شخص إن أنا موجود أو لأ يعني واضح إن الكلام ده ممشيش بدليل ناحية بقى أنا 15 سنة بنسمع نفس الكلام يعني لو فتحت هاتف من على جوجل أنا فاكر طيب من أيام مجلس كابتن حسن حمدي وبدأته 2004-2005 لا ومن أيام يعني هو كابتن سامير زاهر الله يرحمه يعني بصار طويل كل ما سانا يقولك اللي بعدها ما حصلش الأندية مش مستعدة طيب مش ممكن يكون الدولة لها ضر أكثر حسماً في هذا الأمر يعني ممثل في وزارة شواب الرياضة مثلاً المفروض يكون فيه توجيه واضح وخطة واضحة المعالم بسقف زمني أنا شايف إن هو لازم كده يعني إحنا كل المنطقة العربية كل المنطقة العربية تقريباً عندهم دور محترفين بدرجات متفاوتة فيه ناس نجحوا فيه بشكل كبير فيه دولة بتساعد فيه يعني فيه مثلاً أنا أعتقد في السعودية كان فيه مساعدة من الدولة في الأول ليه للأندي عشان الإيرادات وهو الكلام ده كله إنما لازم تبتدي أول خطوة إنك بقى نشاط يعني شركة يعني فيه محزبة يعني فيه خطط زي أي شركة استثمارية مسؤول عن هيئة الاستثمار الشركة ديها تبحث عن وسائل المكسب والارتقاء بفريقها والبحث عن أطر تسويقية وفيه ميزانيات بتطرح ورفع البراند بتاع النادي وفيه ميزانيات وفيه ميزانيات بتطرح ففيه ناس بتضخ فلوس صناعة إحنا بحقيقة أنا شايف إن إحنا بنتكلم إنها صناعة بنقول صناعة بس ماشيين بطريقة غير الصناعة خالص يعني عندنا حذاك شايف إنه طبقا للرأي القائل إنه الدولة المصري عندنا مواهب جيدة وعندنا تقاطو والدولة بزادة وهد كبير خلال السنوات الماضية في إنشاء الملاعب وخلافه وفعلا عندنا مواهب وعدة يعني هكلم حذاك طبعا عن موضوع النني ومحمد صلاح لكن إجمالا حذاك شايف إن إحنا مؤهلين لدولة ربطة محترفين وعندنا لعيبة ومواهب هي الربطة يعني ده ربطة لعندية المحترفة والدولة المحترفة حيساعد على ظهور أكتر أكتر طبعا لإنك إنت حضراك بيلك أهداف يعني هتلاقي مثلا عملية انتقال لعيبيين إن إنت حيبقى لو أنا الشركة مساهمة حيبقى أدور على المواهب أكتر وإن أنا بشوف موهبة أو اتنين إن أنا سوقها خارجيا وأخذ عندي عائد يعني أنت بتفكر باستمرار خارج موضوع بقى المدربين ده ده فيه ناس مسكاء وكده بس إنت فيه استراتيجيات كبيرة يعني أنا أما تقعد مع أي اللي هو ما يسمى المدير الرياضي ده هو زي الرئيس التنفيذي هو كل في النادي هو اللي بينسق مع المدير الفني احتياجاته بس هو أهدافه الأولانية أنك تحقق مكسب تحقق مكسب مادي يعني أهداف أحقق البطولة زي رئيس مجلس إدارة شركة أنت المساهمين أو المعينك بيقول لك أنا عايز يحصل نموه في هذه الشركة الشركة تحقق أرباع فأنت بتدرها مش لعبة بقى لا أنت بتبصّلها بتدور على التسويق بتدور على البس التليفزيوني بتدور على الحقوق يعني تدور على يعني مين اللي بيحط الإطار يعني حضارنا مثلا مفاوضات معهم في سويسرا عشان النني كانت مفاوضات قعدت ستة شهر لأنه هو أو أكتر حق من ستة شهر لأنه هم يقول لك أنا ما أقدرش أبيعه أشتريه إلا ما أبيعه واحد مكانه يعني أنا ما أقدرش أجيبه واحد زيادة لازم يوفر الأول قدته ومكانه واللي مكانه باعه فيجيب غيره يعني هو مش هيقدر مثلا ممكن آه مددهاته والتاني منه الشغل حيعمل له خسائر فالناس هتسألوا هو أنت يعني بتجيب ناس وتمشيها كده بدون أي آآ دراسة وده طبعا بيحصل كتير عندنا جدا فلانديها المصرية لو في شركة كورة وفي نظام وفي سيستم مش هيحصل بالتأكيد هو هلوضع يبقى مختلف وطريقة الإدارة المختلفة أنا بقول لك قيص على أي شركة 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 استثمارية صناعية بتجيب مجلس إدارة بتحزبه عليك كده يعني فانت حزبك وأنت الأصول بتاعتك أو الأسيتس بتاعتك الأساسية هي لعبة الكورة فهتبص لها العيمة نفسها إزاي استثمرها إزاي استثمر يعني هو لو مثلا هقول لك الاستادات هناك كلها هتلاقي فيه إحصائيا مثلا تقريبا بتشتغل 365 يوم الاستادات نعم ده شغل ده شغل الناس يعني أنا أنا مش مأجر استاد أو مباني استاد عشان ألعب عليه مطش كل أسبوع أو كل أربعة أيام لا لا خالص هو عم عمول له إيفنتات مستمرة وفي ناس قاعدة تدير هذا فهو بيدير أصول زي ده صحيح صحيح فأنت حتفكر بطريقة اقتصادية يعني مهما كان أنت مهما كان العائدات لا يمكن مطش يجيب يجيب الاستثمارات وعشان كده الأدية بتتعصر وبتحصل مشاكل كتير طبعا طيب على ذكر نيني ومفاوضات بازل وطبعا محمد صلاح يعني هل ده كان نتيجة صدفة فكرة تصدير اللعيبة للخارج لأوروبا بذات الاثنين اللعبين دول مش مهما شريف ولا كانوا في إطار رؤية وليه توقفت مصر عن التصدير لأوروبا بالشكل هو إحنا إحنا كنا كان عندنا مشروع في المقولين العرب اسمه اكتشاف ورعاية المهبين وكان الحقيقة كان مهندس إبراهيم محو يعني بيتبني هذا كان رئيس الشركة هو حداك كنت رئيس النادي لا أنا كنت مشرف على الكورة مشرف على الكورة وكنت عضو مجلس إدارة في الوقت ده كان 2008 وكنت بتعتمد على أن احنا بننطقي من كان عندنا زي منقول مدرسة كورة أو مكان مشروع قطع ناشيئين اللي هو في ده خارج خارج القاهرة خارج جبل الأحمر يعني لا مش في الجبل الأخضر وكان واحد في أسيوت فبنجيب وكنا عاملين كده برضو في التجديف وعملين يعني يعني منجيب المواهد من خارج القاهرة هاي فكان المنشروع ده وكان الكابتن ريعه وكاننا مهتمين جات هو تطور شوية أما الحقيقة أنا كنت بسأل تملي ليه اللعيبة عندنا ما بتطورش نفسها لا حتى ما بيسافر برة ما بيحققش ما بيقدرش يتأقلم مع الثقافة الجديدة مع الوضع الجديد ما بيطورش من نفسه وما بيحققش اللعيب عالمي يعني خليني نقول فكان الحقيقة أنا قدامي نموزاجين تملي بشوفهم حتى ما سافرت في الكاميرون أو صمو اليتو أو في بورد روكبا يعني الشخصيات دي ممكن قد إيه هي مؤسرة في البلد قد إيه هم صورها فكان ده أنا كنت شايف يعني كان توصلنا إن أنت مهمة جدا تنتقي كويس وتوصلوا للاحتراف بدري فيقدر يقدر لسه يتكيف ويتأقلم يتأقلم وخصوصا إن هو بيبقى لسه لو هو عمل شهرة جامدة في مصر بيقى عنده صعوبة شوية يعني معظم اللي حققوا شهرة في مصر ما خرص مش يخرج لا ما بيخرج فيقدر بالأمر الواقع يعني لا بيخرج بس ما بيقدرش يتأقلم ونفسيه ما بيقدرش يعيش كويس لكن لو هو ما عمدش حاجة في مصر أو لسه في الأول من الصفر هناك فبيقاتل يعني فبيقاتل وبيمسك بتلابيب الفرصة زي بنقول وخصوصا هو طبيعته كده يعني هو عنده الصفات اللي هي دي فده المشروع وإحنا يعني الحياة كان فيه سمعت من من فتر حوالي تلات أربع سنين على ألف ومحترف وكان فيه مشروع كده وما حعملش حاجة أنا شوفت إن هي يعني لإن ده سكة طويلة شوية علشان تقدر توصل للعيب يعني إحنا أنا مبسوط جدا بمصطفى محمد ببدايات وبس حابب إن يعني الناس تسنده جامد في الفترة هو مش كواس قوي وأعتقد إنه ما هو المهم يعني إحنا إحنا الفترة يا ربنا يبعد عنه يعني إحنا فكر عمر زاكي راح كسر الدنيا بس خلاص فيه فيه تحديات حتقابله كتير الدور التركي غير أوروبا هي الشخصية بقى وسمح لك وقدرة على التحمل بقى فيه حاجز غربة وحاجز لغة وعشان كده لازم حد يبقى قريب منه بيوجهه بنفتقد إحنا فكرة صناعة النجم أو المنظومة اللي تساعد الشخص بشكل عام على النجاح مش بس لعيب الكرة بشمال شي طبعا لازم لازم حد يسنده يعني يعني صراحة وإنني أنا كنت بيبقى على تواصل شبه إسبوعي مع الناس اللي مع يعني أهم منهم الناس اللي بيشوفوه يعني في سويسرا لما راحوا بأس طبعا كنت يعني مع اللي هو المدير الرياضي أو مع مدير النادي أو اللي هو مسؤول على المغتربين الفترة ستة شهر السنة الأولين مهتمة حدا كتابعتهم أبعد هم كنوا على اتصال بيقولولي يعني باستمرار لأن هو عاوز يعرف نفسيته إيه ثقافته أنت لو ما يعني عشان تاخد منهم كويس لازم تفهمهم يعني إحنا غيركم يعني إحنا غير أوروب فدي أنا أتمنى أن مصطفى محمد بدايته كويسة بس لازم حد يعني زي بيبقى بتختار له حد وكيل كويس حد بيبقى معه كويس علشان يستمر في هذه النجاحات أعدي مجموعة أسئلة لسه أتفضل نتكلم بشكل طويل مع المهند شريف حبيب الخبير الإداري والاستثمار الرياضي والصناعة والحقيقة نموذج بنفخر به بعد الفاصل أعود إلى هذا الحوار مشاهدينك الكرام إلقوا معنا حديث لا يخلق من الإدارة والفن الحقيقة فن الإدارة ومفهوم الاستثمار الرياضي وإعداد اللاعبين بشكل جيد المهند شريف حبيب بكل خبراته يعني الحقيقة منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي مش مهندس بنتكلم عن فكرة إعداد اللاعبين هذاك نضربتلي نموذج الحقيقة بمحمد صلاح والنيني وإزاي نادي المقاولين عرب كان عامل الحقيقة مركزين مهمين لك شاف المواهب واحد في الصعيد واحد في بحري طنطة وبنسويف كان في أسيوط في قلب الصعيد يعني فقدر الحقيقة الوقتي هل عندنا نمازج زي دي في بعض الأندية هل عندنا يعني الأندية قادرة تقوم بدورها في فكرة تفريخ اللاعبين الموهبين هي عايزة عايزة تفرق وعايزة سياسة عامة يعني هو حضرتك مثلا انت طلع عندك نجل أو واحد موهبة فلازم تسقله بادري وبتدي يحتكب يعني كان يحتكب الفريق الأول لأن حرج كم سنة بشوان شريف حرج كان عنده هو ثلاثين دلوقتي ثمانية وعشرين دلوقتي صلاح وأنني ثلاثين هو هما ثمانية وعشرين سنة خرج هو خرج الفين واثناشر يعني 20 سنة صغير 19 أو 20 سنة كانت خرج 20 سنة 21 ده أنا شايف سن مناسب بس هو لازم قبل ما يخرج بيكون لعب منتخبات ناشئيين منتخب أول أنا شايف أنه كان حتى فكرة مع الكبات اللي دور أنا كان في رأيي اللعيب اللي ما يظهرش هو 16 سنة ويكسر الدنيا ده صعب يعني ما تقولش مثلا عشرين سنة ولسه ناشئ خلاص اللي ملعبش فريق أول 16 سنة 17 سنة ما انتظرش منه يعني شوف بابي في باريس سانجر حاجة ما تقدرش يقول يعني يكسر الدنيا فأنت 16 سنة يعني ما ظهرش الموهبة القوية ما عتقدش ببقى صعب قوي بقى ببقى صعب يعني صعب انه تبقى نجم عالمي انه قدامك مشوار طويل طبعا انت عايز بقى 16 سنة بقى لعب تقريبا منتخب مصر فيبقى خلاص حطيت إيدك على أول خطوات أنا شايف يعني النادي الأهلي بشعبيته بإمكانياته ممكن يعمل ممكن يعمل كهذا بس عايز فكرة بقى يعني مش أنا إزاي هتعامل يعني الأكاديميات والفروع مش كفاية مش مهند شريف كفاية بس لازم نرجع بقى القسط الكشفين تاني لا لا الأكاديميات كويسة بس تتعامل بفكر ان أنا عاوز أطلع موهبة أسقلها المكسب المادي ده أوكي ما فيش مشكلة إنما عادة عادة الموهبة القوية هتلاقيها ماديا مايقضبش خوش الأكاديمية آه تمام لذلك إحنا ما عملنا حتى المشروع ده عندنا قلت لهم في واحد بيحب يلعب كورة أب عايز ابن يلعب كورة وعارف إنه مش حيبه محترف يدفع هيدفع ده هيدفع له في الأكاديمية ويلعب رياضة وهيتبسط وتمام وفي مستوى تاني دول بقى زي اللي بياخدوا سكونرشيب ده موهبة إحنا اللي هندفع له فلوس وحنأكله وحنشربه ونعلمه هو ده هو ده اللي بيحصل في برشلونة بيحصل في بورتغال بيحصل بورتغال دلوقتي حتراك هتلاقي يشوف كم ده أنا شوفت في المتسجيل أعتقد ده اللي حصل مع ميسي في الأرجنتين فيه حصل مع ميسي برشلونة تبنتم أنه هو طفل صغير وحتلاقي مثلا حاليا على أرض الواقع في الدولة الإنجليزية أكبر مصدر البرتغال أنا شوفت في البرتغال شوفت فودن وبرق وفرندنديز وحتى ديجو جوتا ايه ده كتير كتير أنت عندك مثلا أغلب الفريق وولفور هامتون معظمهم من بورتغال والمدارب من بورتغال فإذا يالي كمان الستوب اللي جاب ومنشستر سيتي السنة دي وفرماع جدا روبين داياش يمكن بورتغال فهو تخيل حجم الاستثمار ليه لأنه هناك فيه منظومة عشان تطلع مواهب وتديه حتكاكاة زي البرازيل زي البرازيل بس فأنا شوفت المكان اللي طلع رونالدو فأنت زي مثلا أنا تعمال عندي وإحنا نكتشف الزهب ولا نصنعه أو الجوائح احنا نكتشفه إنها ما بعملش موهبة بس بشيل التراب اللي عليه وبسقله وزي بهاك قلت دايما فيه دايما مهارة أساسية وفيه مهارة مكتسبة دايما ما ديتلوش المهارة المكتسبة المهارة الأساسية مش هتفيد لا هي المهارة الأساسية وبضف لها أنا شايف في النادي الأهلي بإمكانياته بجماهيره العريضة وكذلك نادي الزمالك لو عمل على هذا الكلام بس في خطة من أنا ممكن أكتشف مهارة كويسة بس يموت والعديد أنا شفت ما هيب عندنا الحقيقة ما تحطتش على الطريق كويس فنحققتش النجاحات القوية لبرا يعني إحنا بالمقاييس أنت حاليا ما عندكش لعيب عالمي إلى صلاح بما معنا ده حقيق اللي ينطبق عليه مفهوم عالمي اللي هتسأل ألي في أي دولة هتلاقيه مصر مؤهلة متعثر ليفربول مزعى المصرين قوي وعمل مشكلة عشان خطر صلاح أنا شايف يعني قدموا موسم أمتعون السنة أمتعوا العالم كله الحقيقة كرة مفيش كده يعني السنة دي حظ عاسر وسوء أنا شايف أنهم متعثروا كتير وإصابات الجمهور الجمهور والإصابات الجمهور لا من عايز أقول برضو يعني فيه برضو ما حتتعاملوش كويس يعني أنت مثلا منشستر سيتي كان بادي متعثر منشستر أنفق كتير وجب لعبين على أعلى مستوى منشستر اللي عنده في كل مركز زي ما ستك عارف لعب واثنين وثلاثة حاجة ده أحيانا دي برويت بيعد بره أجوير وما بيلعبش بس الحقيقة برضو أنا متابعتي هي ليست كده برضو يعني فيه ناس فيه تشيلسي صرف وده صرف لا توظيف اللعيبة إن هم يقدروا أي تكتب بيخترقوهم يعني أقل جري وأقل في مساحات بيقدر يخلخل الحكاية لا المدارد ده شغل ومدرب وقدر يتعامل معه كويس إن انت فيه فترات عمدة عندك وقعت بس قدرت تتكمل طيب مش موفق كلوب فيه حاجة فيه حاجة أصلا هو نفسه بتكلم عن طريقته تحفظت وفعلا بقوا المدربين والفنان ونفسه يتعاملوا معه بشكل غريب بيتعاملوا معه وهم كمان وقعوا في الفخ على رأي ترينت أليكزاندر أرنولد يعني داخلين بعظب أوعدوا بتصور أنهم ما قدروا يكسبوا أي فريق فحصل الانهيار هو يعني أنت بانشستر سيتي بدأت مش كويس بس إدري يتعامل إدري يلم الأمور وجوارديولا غير من طريقة لعبه السنة هو بيغير أنا ما شوفه بغير في كل ماتش وممكن من شوط لشوط حقيقة عبقرية الحقيقة لا هو قادري أصلا أنت ممكن تكون كويس بس هل أنت هتقدر تخلي الناس دي ماهل عناصر بساعداه هو مدارب عبقرية والعناصر بساعداه كلوب ممكن السنة دي لسه هم نفس هو قادر أنت ممكن يكون عندك لعيبة كويسة بس قادر توظفه مش قادر يهضم طريقتك يغيره لا دي أنا شايف قدراته مع توفيق يعني فيه حاجات فيها احيانا كتير كان كلوب غير موفق غير موفق فيها طيب لو بنتكلم عن رشدة تعلاج الكرة المصرية برأيي يا حددك التحديات ايه من وجهة نظرك ورشدة تعلاج تكون ازاي لو واحد اتنين بالإضافة اللي حددك ذكرته طبعا وفكرة اهتمام بالمواهب ودور الأنديال كوب هي هتبتدي هتبتدي من ضرورة أن أنت تطبق دوري محترفي دوري محترفي وتعمل شركات والدوري طبعا تديروا رابطها ولا هم كان اللي التحدي يديروا لا 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 تديروا رابطها لأن هما اللي بيضي زي كل الناس يعني لأن أنا لو أنا لأنك أنت هتعمل برضو في الربطة طب مش هنتخانق على قدرت الرابطة ووضويتها زي الناس كلها بتبقى لها أسس أنك أنت تتكون الرابطة وتنتخبها زي أي عمل بتديروا يعني إحنا مش هنصنع العجلة ده حصل لأن أنت في الحياة برضو ما يبقى عندك عشرين نادي وبعض أندية أو اللي هم موجودين هتقدر كلهم في مستويات متماثلة يعني مش هتحط مثلا أهلي وزمالك وإسماعيلي وكده مع مركز شباب صحيح مينفعش في جامعة عمومية يعني من الاحترام بالكل إنما هي مستويات طيب أما أنت بتزئ بمستويات بيعلى تنتقل لفوق بتأكيد قاطرة يعني طيب دورة رابطة المحترفين تديروا رابطة طبعا رقم اثنين من وجهة نظر حضرتك إن احنا بيبقى في منظومة يعني نحنا منفكر تخطيط للمستقبل يعني عندي دور المحترفين عودة الأندية إزاي بيقى بقى في الضوابط الخاصة بتكوين هذه الشركات علشان بيبقاش في تفاوت كبير بقانون الرياضة يعني الحقيقة ضابط هذا الموضوع مع قانون الاستثمار حتى نادي الأهل دراسهم دراسة وافية في الدراسة اللي عادها الكابتي محمود الخطيب أول لمعارضها على مجلس الإدارة ثم خضعت مرة أخرى لدراسة من خلال لجنة في مجلس الإدارة وبدأت الخطوات الفعلية فواضح إنه قانون الاستثمار مع قانون الرياضة حدده النقطة هل محتاجي تغيير تعديل على أرض الواقع بالتأكيد يظهر مدى نجاح التجريب لأن حضاك برضو إحنا عما تيجي في التطبيق هتلاقي حاجات تانية ويهمني أنا أنا دي أهلي وزمالك وإسماعيلي طبعا كله بقى يخش ونشوف ندرس الوضع إزاي حتى أنا إذا لازم نعمل من الخطوات نساند الأندية الجمهرية لازم أساندها علشان هي دي عصب كرة المناخ يساعد مش مهند الشريف وإزاي نقدر نوفر المناخ الجيد للارتقاء بالكرة المصري طبعا ملاخ مساعد عندك شعبية كبيرة وعندك بس إزاي لازم بقول لحركة الساعد إنه يكون عندك الأندية الجمهرية متواجدة يعني أنا زعلان إسماعيلي مثلا في الوضع ده لازم حتى لو أنا أبدينه مساعدة في الأول أنت عارف حضرك طبعا إن في الدورة الإنجليز اللي بيحبط بياخد فلوس والصاعد بياخد فلوس عشان ونفسها تظل قوية ما أنا أجيب الفلوس دي منين ما هو بالتأكيد مش هادر أجيبها من الدورة ما هي للربطة بقى اللي موجودة اللي بتدور على البس الفضائي وتدور على الحق وإزاي تعمل تزود المدخلات ده موجود إنت حضرك برضو لو بصيت على الدورة أي دورة إسباني ما هو بيصرف كتير منين يعني الأرقام الفلاجة أما العيب مثلا بياخد مئة وخمسين مليون بتدفع فيه مئة وخمسين ومئتين مليون ما أنت حتجيب ده منين غير مرتبه غير غير لا هي منظومة بتدهر بشكل صح أنت بتجيب معاليش في كل جزء زي ما أنت بتأسس شركة أو أي نظام بتجيب المحترفين بعيد عن اللعبة زي اللي أنت بتجيب إدارة مستشفى ممكن أحسن حالك بتفضل مثلا تشكيل الربطة يكون من تكنقراط يعني من ناس فنية ولا ممثل السليل للأندية ولا كوتا ولا تتشكل لا لا هي الربطة بيبقى فيها زي أي عمل بيبقى عندك ناس فنيين وناس ماليين وناس إداريين وناس عندهم ابتكار وتسويق هو ده الربطة زي مجلس الإدارة اللي بتدير بتستعين بكل حاجة هو فيه رئيس مجلس إدارة بيعرف كل حاجة مفيش أنت ممكن عمل جماعية مهندس وتدير مستشفى نحن مليش دعو بالعمليات أنا بديدير إدارة المانيجمنت هو المانيجمنت في كل حاجة يعني أنت عندك قدرات إدارية يعني معظم هتلاقي اللي هو مسكوا الربطة محدش يعرفه هم مش مثلا العين مشهور في الجلترة نعم إنما ممكن تلاقي واحد يمسك اتحاد زي أو حاجة زي بلاتينية أو زي كده آه أسامي بتمسك مناصب في حاجة إنما المناصب اللي في دولاب العمل مش بالدرور لأنه هو حتى لو فيه فيه عنده كوادر كادر كامل يعني لازم عنده مثلا واحد محترف في التسويق ده احتراف بقى بيعرف ماينفعش فيها واحد مجاملة يجيب الجنيه منين زي ما نقول وحضرك بحزبه مثلا الرابطة رئيس الرابطة وكده بيقول له أنت حضرك لو شفت التطور بدأوا بكام والنهاردة بيدخلوا كام هتعرف إن ده ورا عمل ما فيش طريقة لإقالة الأندية الجماهرية والشعبية من عثرتها إلا الشركات الكورة طبعا شركات ويحفز تكلم طبعا عن دميات عن المنصورة عن السويس عن أصل حضرك دي أن أنت تبقى شركة بمعنى شركة كورة وأحفز أن الناس تستثمر فيها يعني تسوقها حضرك تقدر تسوق يعني أنت ما بيبقى عندك شركة وعايز أسهم فيها أكيد بتسوق لها أكيد بتبين نتائجك أن عندك قدراتك وكل الأندية الشعبية عندها قدرات وعندها عندها الجمهور كفاء الظاهر الجماهيري اللي هيكون وسيلة مهمة لعملية التسويق وهي على فكرة حضرتك لها جزء كبير في الترويج التجارة الداخلية صحيح يعني أنت مثلا ما بيقى الأهلي أو الزمالك وكان زمان إسماعيلي ومصري واتحاد أما بيروح الأهلي مثلا كان يلعب في أي بلد رواج فيه فنادق وفيه ناز إحنا هروح بايد ليه بشوانت شريف حضرتك سافرت أكيد وطلعت على إقليم كتالونيا مدينة برشلونة فأنا آخر زيارة لياك فيها بيتكلم معنا أنه فيه 17 مليون سايح بيزوروا هذه المدينة مدينة في شوية حاجة هما بنوها في آخر السبعينات في أول ثمانينات علشان كسر العالم زيارة لك عارف ونهضت قال إن النادي نهض بيها النهضة دي الناس بتروح علشان تزور يعني شوية هو الكامب نو بالنسبة لهم أهم حاجة وطبعا نحدث على حرك بقى عن الصور وعن التشارتات وعن الفلوس هو ده برضو في المنظومة اللي ساعدت كده يعني أنا حضرت في كامب نو وشفت جماعة يابانيين موجودين وسألتهم أنتو بتحب الكورة قالك عمر أنا محب الكورة السبحان أنا جايين نزور يابانيين عمليين قوي قالك أنا جاي زور برشلونة وشوف الأجواء واشتري بس يعني أنا مش بحب الكورة هو حابب الأجواء وبيقضي اليوم من أوله وآخر من الأخر أنت بتدخل صرف لك مثل 300 يورو زي الباشا وهو جاي يقضي وفيه على فكرة في قصص كتيرة طبعا كيف يدور بيزنس العمل يعني أنا تماني كنت باستمتع من ما هو وراء المباراة يعني أنا لفيت وكل الأستاذات دي واشوف الطأم الإداري كيف يدور لا فكرة تانية خالص يعني هو في ناس اللي بيقوم على الكلام ده زي ما يقول لحضراتك الأستاذ ده بيشتغل معظم أيام السنة بلا انقطاع سأل حالك سؤال ملوش علاقة شفاء بموضوعنا بس هل تعتقد أنه هذا التوحش للسوشيال ميديا غابت الجمهورة عن المدرجات فسكنت السوشيال ميديا ليه تأثير على إدارة الكرة المصرية هي لها تأثير في حاجات كتيرة حالية بقى صوب جمهور شكورة بس لا لا أي عمل يعني أنت مؤكد يعني السياسة مؤكد حياة العامة يعني حياة العامة بشكل عام أنت ممكن مثلا لذلك لأنني لسه ما فيهاش الضوابط الكبيرة يعني ممكن تطلع إشاعة تأثر كل واحد بس أعتقد مع الوقت تأثيرها حيقل بس ما أسهمتش شوية في زيادة الاحتقان بين الجماهير لا طبعا زودت كتير ودي عايزة يعني برضو تمني أمانة الكلمة الناس اللي بتطلع في الإعلام أو تتكلم بتعرف أمانة الكلمة يعني تعليق مسئولية أسهل حاجة أنك تسير الناس أنك تبقى بتجري على أن في ترند لا ده بس دينيا وأخلاقيا ده غلط لأنك أنت ممكن تعمل كارثة بالكلام الكلمة دي حاجة شيء كبير يعني الكلمة لها معنى كبير فلازم الناس اللي هي بتيجي دي لا تعرف أنت تتكلم تعرف تعرف ما تخلق يعني بتتواجه جماهير لسه عند دقتين هترك للموند شريف حبيب الإجابة على سؤال لم أطرحه يعني أو يقلنا رؤيته في هذه الليلة وإحنا سعداء بي ومشرفنا في قناة الأهل يعني أتمنى أو خلينا مش سؤال يعني أنا أتمنى أن أنا أشوف الأهلي في إفريقيا في إفريقيا أكاديميات إن شاء الله قريبا عندنا خطة وتفاعل اللي هنا في إخراج النجوم كتير أنت أهلي بمقاوماته دي ولو لي دي فكرة جيدة وأعتقد عن المجلس إدارة لكن لو عرضت بشكل فردي كمان لكابتا حمود الخطيب فكرة لأولاد الموهوبين ما تبقاش بس الأكاديمية فكرة إنها تنفق على نفسها ما هو أنت عرف حضاك أنت مش بحتاج تخسر بس أنا مش هيدرني شيء لما يبقى عندي في كل أكاديمية وأنا عندي في المنصورة أكاديمية عندي 3-4 أكاديميات في القاهرة عندي أكاديمية برة في بعض المحافظات لما نادي سكولرشب فعلا لبعض الناد دول حتى لو عن طريق راعي أو حد يقدر يساعدهم علشان أنا ما حقاش خسير يعني ده دور مهم جدا عارف أنتقي مواهب مهمة ممكن جدا أنا أنا ما كنت مشرف على المقصة دي رغم من كده كنا بنكسب هذا القطاع بيكسب لإنك أنت بتقدر تسوق تعاون كتير بس أنت عايز بقى تنطقي كويس تعلمه كويس زغة تغزي كويس طبعا فده مهم أنا شايف أن أهلي والمواهب خارج القاهرة موعد الشريف حبيب شرفتين أنا بشكرك الحقيقة سعيد جدا وصهرنا حضرتك لكن لما يكون حوار بهذا العمق مع قيمة كبيرة زي حضرتك أنا بعتقد أنه إحنا كمان مقصرين إن إحنا بمستفدش منها لكن أقل إطلالتك وخبراتك لما بنقدمها للناس فدف حد ذاته عمل بالنسبة لنا إحنا بنعتزبين كل التوفير لنا للأهل إن شاء الله شكرا جزيلا ومهد الشريف حبيب وبشكر حضرتكم على حسن المتابعة وعلى هذه الصهرة وبعتذلكم مرة تانية عن حالة لازمتني يعني ونشوفكم إن شاء الله بكرة زميلة هلتقوا بيكم وأعود وألتقي بحضرتكم الأربعاء المقبل لو كان في الأمر البقية إن شاء الله إلى اللقاء